مشاهدين اهلا بكم من الجديد تتجهز شرطة الاحتلال الاسرائيلي لحملة تصعيدية كبيرة ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل باراضي الثمانية والاربعين بعد الهبة الفلسطينية الاخيرة نصرة للقدس وغزة وصادقت وزارة المالية الاسرائيلية على اجراءات سريعة في ميزانية للشرطة من اجل شراء اسلحة وقنابل واعيرة جديدة بعدما فرغت مخازينها منها اثر استخدامها الواسع خلال المواجهات في المدن الفلسطينية في الداخل المحتل وفي حي الشيخ جرح واصل المستوطنون اعتداءاتهم على اهالي الحي بحماية من قوات الاحتلال التي اعتقلت شابين كما وشنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات في حي بئر ايوب في بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الاخصى في مدينة القدس المحتلة في هذا الموضوع يسعدني ان ارحب بضيفي هنا في الاستيديو دكتور مامونة ابو عامر الباحث في الشأن الفلسطيني والاسرائيلي دكتور اهلا بك معنا بداية سنبدأ من قطاع غزة كان هناك اجتماع للمقاومة الفلسطينية مجتمعا تحديدا في مكتب حركة حماس وتحدثوا بشكل واضح انهم لن يقفوا مكتوفي الايدي امام التصعيد الاسرائيلي الاخير ما الذي استوجب صدور هذا البيان بهذه اللهجة حقيقة الوضاع ما زالت في تشير الى ان لا يوجد مجال للحديث عن تهدئة قريبة متماسكة الحديث ما زال عن تهدئة هشة والاحتلال يحاول ان يتلاعب بالموقف من خلال تحويل المعركة من معركة القدس والصراع في بؤرة القدس الى تحويل الى ازمة انسانية في غطاء غزة وكأن الملف المعيشي هو الملف الذي يريد ان يجر المقاومة الفلسطينية اليه حتى يتركوا الملف الاساسي وهو الملف حول معركة القدس وهذه طبعا هي اصلا لب المشكلة في هذا الموضوع المقاومة تدرك هذه اللعبة الاسرائيلية ولذلك هي حضرت الاحتلال من استمرار في هذا المجال هي لديها مصاري في هذا المجال المصاري يتعامل مع ازمة الانسانية في خلطاء غزة والمصار الاخر هو يتعامل مع السياسة الاسرائيلية في القدس الذي هو لب الصراع والذي لا يمكن ان تغاضي عنه والكيان صيون يحاول ان يشغل المقاومة في موضوع الملف الانساني حتى لو ادى ذلك الى مواجهة وكأن الامر المسألة المعيشي هو الصراع الاساسي اعتقد المقاومة عندما قالت انها لن يمكن طالبة الوسطاء بالتحرك من اجل ان يكون هناك موقف واضح من هذه الوسطاء وكذلك تصريح ابو ابراهيم الصنوان في هذا الموضوع ان لقاءه مع المبعوث الدولي ان اللقاء كان سيئا كان واضحا ان المبعوث الدولي المبعوثين للأسف الشديد يبدو انهم يعني ليسوا وسطاء انهم يتعاملوا انهم يحمل صندوق بريد يحمل الرؤية الاسرائيلية يحاول فرضها على المقاومة الفلسطينية واناك واضح تماما انه جهد كبير خارجي لتفريغ انتصار المقاومة من مضمونه لكن بيان المقاومة دكتور بحسب وصف بعض وسائل الاعلام الفلسطينية التي قالت انه كان ناريا وبالتالي ما الذي علينا ان نتوقعه من المقاومة الفلسطينية اليوم اعتقد ان المقاومة الفلسطينية يعني كانت تصريحات الاخيرة هي وضوح وصراحة في ان نتعامل مع الموقف اذا استمرت السياسة الاسرائيلية فالمقاومة لا يمكن ان تستمر بلعق الجراح لوحدها وانما سيتحمل جميع هذه المسئولية والاحتلال يدرك تماما وقيادة الجيش الاسرائيلية تدرك من تجربة معركة سيف القدس انها لا يمكنها ان تحسم المعركة ضد قطاع غاز ولذلك هناك ايضا هي رد على تصريحات نارية من الطرف الاسرائيلي ان الطرف الاسرائيلي يصدر تصريحات نارية ان ما كان في الماضي لن يكون في المستقبل ان المعركة ستأتي في الايام القادمة وان الجيش الاسرائيلي يخطط لسئناف المعركة كل هذه سياسة اللعبة على حفة الهاوية من الطرف الاسرائيلي ترد المقاومة بنفس اللغة المقاومة لا تبادر بالحروب المقاومة ترد على سياسة العدوان التي تنتجه سياسة الاسرائيلية وبذلك اذا كانت اسرائيل تريد ان تذهب باتجاه تهدئة الموقف فالمقاومة تسير باتجاه التهدئة لكن التهدئة لها شروطها وإلها اعتباراتها ماذا يعني هذا الكلام يعني اذا ما ربطنا بين بيان المقاومة وبين التصحيد الاسرائيلي مثلا في حي الشيخ جراح اللعبة الاسرائيلية هي لازلت في اطار دون السخف الذي يمكن ان يدفع المقاومة لدخول في المواجهة وبالتالي تتحرك في هامش معين يتدرك ان الان المشكلة التي تواجهها اسرائيل ان مسألة الشيخ جراح هي اصبحت تحت البؤرة بل كل العالم ينظر اليها هي الان هي تريد ان تبحث عن لعبة خارجية وتتفرد في اللعبة المركزية وهنا طبعا هنا جوهر المشكلة في الموضوع تجاه الجانب الاسرائيلي انه يريد ان يشغل المقاومة يشغل المشهد في احداث حتى اذا تحركت المقاومة تتحمل مسؤولية ان الازمة كأن المقاومة تفجر ازمات بلا سبب وهذا طبعا المقاومة مدركة حقيقة للاشكال الذي يدور لازالت المشكلة لان لحتى الان الجانب الاسرائيلي لم يصدق قرارات حاسمة في موضوع ترحيل السكان هي تمر في مرحة استفزاز ولذلك نعم خلينا نتوقف عند موضوع الاستفزاز هذا ما اريد ان اتحدث فيه معك دكتور ما فعله سموتريتش على سبيل المثال ومسألة اقتحام لحي الشيخ جراح والاعتداء كذلك على اهالي هذه البيوت تحديدا نحن امام عملية استفزاز ممنهجة بمعنى مخطط لها ومدعومة من قبل الحكومة ام انها تأتي بشكل منفرد من طرف شخص حتى في اسرائيل يعتبر متطرف هو الاخر هو بالنسبة سموتريتش يعني قريب من نفتة لبينت يعني بالمنطق السياسي لكن سموتريتش وامثاله هم يتحركوا بمنطق سياسي وديني قومي ديني وبالتالي هم قريبين في هذا المنطق لكن نفتة لبينت لا يحكم الامور لوحده هناك طبعا حدثنا الحكومة فهم طبيعة تركيبتها واللاسق السياسي التي يجمعها وحالة الغرابة التي تجمع هذه الحكومة لكن فيه اشكالية تدركها المقاومة ان هناك ازمة صراع موجودة في داخل الكيان الصهيوني وهي التنافس بالداخل هو حالة المزايدة السياسية وبالتالي حالة المزايدة السياسية في داخل المجتمع الاسرائيلي هي واضحة تماما لدى المقاومة والمقاومة لا تريد ان تدخل في ضمن لعبة الصراع المزايدات ما بين الاطراف الصهيونية هي تريد ان تتحرك في اطار واضح ماذا ستفعل الحكومة العضاء الكنيسة ليسوا هم القرار النهائي فيما يحدث وبالتالي ماذا ستفعل الحكومة وماذا ستقر المحكمة العدل العليا في نهاية الامر في مصير سكان حي الشيخ جراح اذا حدثت سياسات يعني واضح في هذا الامر فالمقاومة سيكون لها رد في هذا المجال اما اذا بقيت المسألة تراوح مسألة الاستفزاز فالرد فانك الجهد الشعبي الذي هو سيتحرك في هذا المجال لكن على الجهد الشعبي وحتى على الجهد الفلسطيني المنظم يبدو ان ليس هناك من ضمانات لدى حكومة بينت بان هذه الاستفزازات التي يقوم بها سموتريش او غيره بحماية الشرطة ليس هناك ضمانات من ان الامور قد تنزلق الى منزلق خطير لدى الحكومة هو طبعا اذا اللعب على حفة الهاوية يعني في مشكلة موجودة دائما انها قد تبدأ المعركة لكن تعرف كيف تخرج منها المعارك احيانا تكون يعني بدأت في يعني هناك الاطراف الحكومة في عاملين في هذا الموضوع هي تتحرك في اطار ان الامور لم تذهب الى الحرب الشاملة وبالتالي هي تتحرك في هامش ارضاء الجانب المتشدد في داخل الحكومة طالما الامر لم يدخل في الامر القطعي لكن هذا ليس له ضمانات في هذا الامر الضمانة الوحيدة الموجودة ان الحكومة لم تتخذ قرار اثنين المحكمة لم تتخذ قرار هذا الضمان الذي يمنع ان تكون هناك مواجهة شاملة لكن ممكن ان الاحداث الصدام في داخل في هذا المنطقة طبما يجر الى مواجهة وهذا طبعا مرتبط بمدى فعالية الجمهور الفلسطيني في التصدي لهذه الجماعات الوهماجيتها وهنا طبعا لابد يعني هذا النقطة المهمة جدا في هذا الموضوع ان المقاومة تتحرك تتحرك في اطار معادلة معينة وهي ان المقاومة لديها قدرة معينة لتتحرك بها يعني هذه القدرة القدرة العسكرية يجب ان تكون يعني قادرة على التأثير مقابل القوة الغاشمة التي يمتلكها الاحتلال في ظل بيئة البيئة لذلك لابد ان تحرك الجمهور الفلسطيني في موجات شعبية كما حدث في الموجة السابقة ومقدمات معركة سيف القدس حتى تكون مقاومة حركتها في وسط هناك ايضا في بيتها مثلا في نابلس هناك تحركات كبيرة في كل ليلة حتى هذه الليلة هناك بعض ايضا الفعالية تشكرك جزيلا على حضورك معنا دكتور مأمون ابو عامر الباحث في الشأن الفلسطيني والاسرائيلي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة